موسيقى 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 ستركنا موسيقى 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 وسيتم إعادة الهيكالة والتأهيل وهذه العاصرة الليكسيفية التي هي مادة خطيرة سوف نستوكيها في واحد الكاريير بإدمان القناة الشركة التي ستريتها حيث الشركة التي ستريتها لم يكن في المغرب سوف نقوم بطلب العروض دولي وبدأنا العمل في هذا المطرح الجديد وبمواصفات التي تحترم شوية البيئة ولكن تحدي الثاني أو هذا تحدي أخر هذا المطرح هذا قلنا بأنه ستحل لمدة ثلاث سنوات ونسدوه وخلال هذه المدة الثلاث سنوات خلالنا نرفع واحد تحدي الكبير وبميزانية عالية هي ندروا مصنع جديد لتتمين نفايات المنزلية وتنفي عمليات الفرس وتكون مواصفات دولية التي تحترم في المعايير البيئية وهذا هو التحدي الكبير كان الحمد لله الذي يسر الإفراج على الرخص الدرورية من أجل فتح المطرح الجديد والإغلاق المطرح القديم طبعاً كما تبعتم معنا سابقاً بأن المجلس اللي فات أنجز كل الدراسات الدرورية سواء منها ما يتعلق بالطريقة وشنوية التقنية التي ينبغي اعتمادها من أجل من نفايات المنزلية دي المدينة الدرويدة ومجاورها أو ما يتعلق بالمعالجة الإشكال دي العصارة دي الإكسيريا هذه الدراسات الآن كلها جاهزة هذا الحل دي ما يسمى بالطمر التقني اللي هو معمول بفوحد العدد دي الدول واللي بيكون تأكيداً ما عنده علاقة بطريقة القديمة دي الطمر عنده طابع مؤقت وما يمكنش يتجاوز على حساب درسات متوفرة ثلاثة السنوات لذلك اليوم التحدي الأول باش نقدروا للتازموا بهاد هاد المدة دي الثلاثة السنوات هو أنه خلال هات ثلاثة سنوات كيخصنا قبل ما تكمل هات ثلاثة سنوات كيخصنا الواحدة والمعمل ديلا 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 نفايات المنزلية خصو يكون جاهز قابل الاشتغال بدون شك أن مجلس مدينة الداربدة وحده لن يتمكن من إحداث واحد واحدة صناعية من أجل تتمين النفايات اللي غد دخل للمطرح العمومي الجديد الأمر التي تتطلب حسب مجموعة من المنتخبين تدخل حكومي وأيضاً تدخل وبشكل أساسي جهة الداربدة السنوات أهم تحدي هو التحدي في ديلا التمويل والتمويل احنا كنعرفوا بأنه كين برنامج وطاني للمطارح العمومية بالمغرب وكين صندوق صندوق مركزي عادي هذك الصندوق المركزي ك اللي غنقوله احنا الشاريك الدولة هي الشاريك الرئيسي فهذا المشتروع باش إلا بغينا يكون ناجح مياه في المياه زائد الشركاء الآخرين وهي جهة الداربدة السنوات لا بد من جهة الداربدة أن تنخريطك في مشروع ديلا هذ المطرح العمومي المراقبة كذلك مجلس المدينة هو أصلاً اختصاص دياله كذلك الجامعات المستفيدة من هذ المطرح وتقريباً 1-18 جامعات اللي كتحط النفايات دياله هنا يلاش باش نوصلوا الاهداف ديالنا اللي هي الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي الجانب البيئي والجانب الاستثماري الجانب الصناعي هذا بغينا يكون هذا المطرح كالمطاريح العمومية اللي كان في دول متقدمة اللي كنشوفها من جهة كتحيد النفايات للناس وهذه المسائلة البيئية ومن جهة أخرى كتولي مصدر إنتاج وتمويل إنتاج التروة إن شاء الله رحمه 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 واللي عنده مداخله واللي عنده واحد الاكتفاء من قوش نصرفه عليه إحنا واللي هوتي يصرف على رأسه كان واحد صندوق على المستوى الوطني لمحاربة المطارح العمومية واش من خلال صندوق يمكن تمويل المشروع الوحدة الصناعية اللي تفتمين النفايات بالضربة؟ هو بالفعل كان عندي شرف باش نطرح سؤال على هاد المطرح العمومي ديال المديونة ووجهناه الوزيرة المعنية بالأمر وبالفعل وعدتنا بأنها ستنخريط لأن المطارح العمومية بالمغرب راكينا كثيرة وعنده واحد صندوق اللي هو مركزي كيعاون وكيساعد الجماعات الترابية اللي غتتنتقل من مطارح أشوائية إلى طريق المطارح منظمة مؤطرة مطارح بمواصفات تقنية عالمية الإشكال هي التمويل طبعا المجلس اللي فات كانت هناك مساعي كانت هناك اتفاقات من جهة مع وزارة مع الحكومة يعني مع الوزارة ديال الداخلية ومع وزارة البيئة والتنمية المستدامة والاتفاقية للأسف الشديد يعني على الأقل واحد سنة ونصف إلى سنتين للمجلس ديال الداربيضة جماعة الداربيضة صدق عليها وكنا كنت نتظروا بشي كنت توقيع ديالو من طرف القطاعات الحكومية المعنية باش يوقع الإعلان ديال طالب العروض المتعلق بإحداث هذه الواحدة ديال الدستمين لا أسباب ديك شي تأخر ما أسباب ما عرفنهاش اليوم أنا كنت أعتقد بأنه اليوم من ناحية سياسية مدام الأغلبية الحكومية الأحزاب مشكلة للتحالف الحكومي هي نفسها الأحزاب اللي كتسير الجهة وهي نفسها اللي كتسير تقريبا الجماعات كلها اليوم ضروري باش هادوا كلهم هاد المؤسسات التمثيلية كلها تقلس وتفكر وتلتازم بتوفير الاعتمادات المالية سواء ما تعلق منها بضرورة يعني إحداث هذا المعمل ديال التمثيل النفايات المنزلية أو ما يتعلق بالمعالجة ديال العصارة ماشي فقط ناتجة عن طمر النفايات الجديدة وإنما معالجة أيضا حتى الليكسيفيال متراكم على مدى 48 سنة داخل المطرح وخارجة إذا الإشكالية اليوم نقنضن بأنه الجهة تعدى تبقى خارج المساهمة في هذا التمويل المجالس الجماعية الحكومة لأن هذا ليس التزام سياسي فقط لأغلبية معينة هذا التزام ديال الدول المغربية خاصة من بعد كوبفاندو ونحنا بطبيعة الحال نستبشره خير ومن موقعنا في المعارضة كل شيء ممكن أن نساهم به باشه التمويل يتحقق سنقوموا بطبيعة الحال ونتمنى التوفيق لأن هذه القضية لا تقبلوا الفشل لأن السبب في مدينة الداربيضة وفي مغرب يبقى عندنا مطارح من أدنى المدة الزمنية استحددت لهذه المطرح للنفايات الجديد هي ثلاث سنوات بعد ثلاث سنوات إن كان في العمر البقية سنراجعوا لهذا المكان ونرى واشه قدرات الداربيضة تخلص من مطرح النفايات واشه قدرات الداربيضة تدير واحدة صناعية جديدة السنوات المقبلة وحدها الكافلة بالإجابة على هذه الأسئلة هذه ترجمة نانسي قنقر